استضفت وزارة الخارجية جولة المشاورات السياسية الأولى بين مصر والنرويج على مستوى مساعدي وزيري خارجية البلدين تناولت جولة المشاورات مراجعة أطر العلاقات الثنائية وسول دفع تنسيق السياسي في ضوء لقاءات رفعة المستوى بين قيادات البلدين بالإضافة إلى ترحيب الجانبين بالعمل على تعزيز الاستثمارات النرويجية في مصر وبخاصة في مجال التاقة النظيفة دعينا لتطويرها وزيادتها وتنوعها عبر تعزيز قنوات الاتصال بين الطرفين كما امتدت المشاورات لتشمل تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك متعددة الأطراف وأوضاع حقوق الإنسان والنتائج مؤتمر كوب 27